خلينا وإحنا بنتبع معاكم الأضايا المختلفة حنبدأها معاكم بالفساد اللي بينتشر أيضا بشكل كبير وأجهزة محاربة الفساد تتصدى له على الفور وأنا مندهش جدا الناس لما تشوف مسؤول سقط واثنين وثلاثة وخمسة وستة شوفوا كم محافظ يعني فيه محافظ في السجن وفيه قبلي وزير وزير زراع وفيه كمان السيدة بتاع اسكندرية نائب محافظ وفيه عدد كبير من رؤوسي الأحياء حنشوفهم في هذا التقرير وكمان يتم القبض على نعم لسه مجاش طيب فيه كمان رئيس مصلحة الجمارك الجمارك من أهم بوابات الدخل في مصر جمارك والضرائب حصيلة ضخمة وحصيلة كبيرة يعني وما ينفعش أنها تكون أبدا بوابة فساد عشان كده تصدت الرقابة الإدارية على الفور لقضية من هذا النوع الموقع نفسه في حد ذاتي في منتقى الأهمية والخطورة من مصادر الدخل أموال بتضيع يعني وعقد صفقات بتضيع أموالا طائلة على الدولة وكمان مش كده وبس أنها بتتيح للفاسدين أنهم يهربوا يدخلوا سلع ومنتجات بدون ما يدفعوا قيمتها للدولة وبالتالي القبض على رئيس مصلحة الجمارك معناها أن الدولة بتحارب الفساد بقوة لو فيه تسطر بقى ممكن لك والله ده منطقة حساسة جدا ما يعني ممكن نشوف علاج للقضية ونمشي وكان بحصل كده زمان أحيانا يعني يقول لك ما خلاص نقعده في البيت لكن لا المجتمعات القوية لا تغجل من أصل الفساد طول ما فيه حياة فيه خير وفيه شر لا الفساد حينتهي ولا الجريمة حتنتهي إنما الأسوأ هو إنك تتساهل أو تتسطر يعني وده الحقيقة يعني ما لا يحدث الآن بشكل كبير بيتم التصدي لكل أنواع الفساد اللي بيزهلني بقى الأضايا اللي احنا هنشوفها بعد قليل لما يجهز التأغير إن عدد الأضايا الناس بتشوف رئيس حي بيقع ومحافظ بيقع ورئيس مصلحة كبيرة زي الجمارك بيقع كمان ومع ذلك بتلاقي البعض لسه ما زالت تسول له نفسه في عهد قال إنه لا يمكن أبدا إنه يتسامح فيه أي مليم فسادي يعني لفساد صغير ولا فساد كبير لأن احنا كمان منتشر عندنا فكرة الفساد الصغير يعني بعض الموظفين الصغار يقولك يعني ما الكبار بيسرقه فأنا والله إيه يعني لما لا لفساد صغير ولا فساد كبير يعني ويتم التصدي لهذه القضايا بصلابة يعني هنجيب لكم بعد شوية تقرير متعلق بأضايا الفساد اللي حصرناها في الفترة الأخيرة ومازلنا مندهشين بشدة يعني مع سقوط كل هؤلاء الفاسدين اللي بيخلي البعض لسه نفسه تضعف بهذا الشكل يعني منتشايف ان كل فاسد بيقع وهيتم اصطياده